فريق منشستر طبعا سيتي الإنجليزي تأهل مبارح للنهاية كأس العالم الأندية بعد فوزه على أوروة الياباني بنسبة نتيجة 3-0 كمان فريق بيرامدز خسر من سانداونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف وده صعب موقفه في مجموعات دوري أبطال إفريقيا فيه تفاصيل كتير محتاجين نعرفها عن المباراتين وكمان مبارات الزمالك مع ساجرادا الأنجولي هنعرف كل التفاصيل دي من عثمان إبراهيم النقد الرياضي صباح الخير ونوارنا عثمان أهلا وسهلا بكم صباح تفول عليكم طبعا وكل المشاهدين بس قبل ما أخش في الكرة أخبار رشدتني كم خبر كده مهمين خاصة السكواش الخبرين أنهم البطل والبطل مصريين الكيسبوك طولة الناشئين في أمريكا فلوس أنجلوس لأن دي نقطة مهمة لأن السكواش هتبقى لعبة أولمبية في 2028 فإن شاء الله تبقى مجال كبير لمصر أن نحن نجيب أكبر قدر بالمديليات في المبارات 2028 خلنا دائما نبص المستقبل مش بس باريس 2024 كمان نجهز للي بعد كده لأن اللعبة هتبقى من الألعاب المضافة اللي هي بتختارها الدولة المضيفة في 2028 فإن شاء الله دي بشرت خير أن نحن في 2028 في كده كم مديليا سكواش هتقوم معانا بإذن الله الرقاية سالم ومروان عسل البطلين دول دول تحت 17 سنة فماشاء الله يعني المستقبل إن شاء الله مش بس الحاضر إن شاء الله مستقبل كمان سبورتنج سالة سايدات يفوز بطوط أفريقيا السكوات سالة زي ما النادي الأهل يفاس بطوط أفريقيا كورت السالة أعتقد فيه اختلاف كبير في كورت السالة المصرية خلالي الفترة الأخيرة ونتمنى كده يكون فيه نجاحات في كل اللعب إن شاء الله بإسم مصر دايما راية مصر مفتوعة إن شاء الله أكيد إحنا كنا متكلم دلوقتي عن فوز لكن أنا أول سؤال لي حتكلم فيه عن الخسارة بتاعة إمبارح خسارة بيرامدز قدام سانداونز إنت شوفت المباراة برحمة الساعة يعني بصراحة هي المباراة دي كانت مباراة عنق الزجاجة بالنسبة لبيرامدز كان لازم إن هو وصل لمرحلة أنا عندي أربع نقاط بعد ثلاث جولات زي بقيت الفرق اللي معاية طمعا هي المجموعة دي أصعب مجموعة خلينا متفقين أصعب مجموعة في المجموعة الأربعة فيها تنفسية عالية جدا سانداونز بخبراته لسه واخد بطولة الدار الأفريقي النسخة الأولى وهو منافس شرس في السنوات الأخيرة في دار الأبطال أفريقيا مازينبي كونغولي عنده خبرات كبيرة جدا جدا وناخد بنا نمازينبي ده اللي هو كان اسمه إنجل بير زمان فهو عنده خمس ألقاب في دار الأبطال يتساوم مع نادي الزمالك في المركز التاني كالأكثر تتويجر في دار الأبطال أفريقيا برمز طبعا فريق صاعد وعد على السعيد المحلي وكمان السعيد الأفريقي مش صاعد وعد أنه طالع من درجة تانية لا صاعد أنه بينافس أو عنده تموح منافسة على الألقاب حتى لو لم يحقق الألقاب بحد الوقت والمفاجأة بتاعت البطولة النواذيب المورتاني اللي برضو يوصل للنقطة أربعة بعد ثلاث جولت فكان مهم إن سانداونز كان نظريا هو عدى المرحلة الصعبة وتعادل مع سانداونز بجانب أفريقيا فالكل كان متوقع أن يكون في رد فعل أقوى في المباراة اللي كان في السعيد الدفاع الجوي طبعا في القاهرة ولكن بكل أسف سانداونز بخبراته عارف في سيطر على اللقاء أعتقد أن باتشيكو بدأ اللقاء بشكل غلط لدرجة عاز أقولكم أن لو شفتوا استحواز على كورة في شوط الأولانية فقط كان سانداونز 67% برمز 33% يعني كان سانداونز بلعب على أرضه يمتلك الكورة وسجل هدف وحتى تيبوه مكونا اللي جاب الهدف تصاب بعد كده ما أسرش على الاستراتيجية بتاعة الفريق وكمله وحفظه في الشوط التاني رغم من دفاع برمز الهجومي حفظه عن نتيجة عشان تتصاع مهمة برمز بشكل كبير ده خلينا أسأل حضرتك باتشيكو أدار المباراة إزاي التكتيك اللي لعب به وأدار المباراة وفكرة برضو التبديلات اشتغل عليها إزاي للمداربين الاتنين تمام بص لما تلعب سانداونز مربط الفرس بينك وبينه هو نص ملعب لأن سانداونز فرقة بتعرف تمتلك الكرة بشكل كبير أنا اتفاجئت إن باتشيكو بدأ المباراة منزل فخر لكاي ومنزل فيستون مايلي الاتنين في خط الهجوم وكان معهم كريم حافظ برضو لعب كجناح الشمال طب إزاي بتعمل كده وبتفضي وسط ملعب يعني لا فيه مصابة فتحي ولا فيه عبدالله سعيد أنا ما كنتش عارف فوجة نظر إفصراحة مهم جداً مهم جداً طب حتى لو لقياً ممكن يقولك بدنياً مش هيقدر يلعب تسعين ديئة أنا متفق ما فيش مشكلة لكن كان ممكن تخليه يبدأ ينزل من شهد تاني مثلاً ويمسك اللعب طب مصابة فتحي فين مصابة فتحي لعب مهم جداً جداً بيفتح لك جبهة بيقدر نمسي الكورة هيعمل لهجمات خطيرة ففكرة إن تلعب باتنين مهاجمين أو فخر لقاء يلعب تحت فيستون مايلي انت فقدت نص ملعب وما استفدتش هجومياً يعني لمسكت نص ملعب ولا بقى ليك فرص هكومية قوية خلال اللقاء عايز أقول لك الشوت الأولاني كان يعني زبطيك امتلاك كرة لبيرامدز قلال جداً جداً يكاد يكون نص امتلاك الشوت الثاني مصابة فتحي نزل بعدها بشوية عبدالله ساعية نزل الشوت الثاني امتلاك الكورة بقى أكتر لبيرامدز يعني احصائي الشوت الثاني الواحده بيرامدز واحده خمسين في الماتسة واربعين يعني كان فيه اوضلية نسبية او على الاقل بقى فيه تساوي في امتلاك الكورة لكن الشوت الأول كان واضح جداً لنص ملعب كان منهار او كان بعيد تماماً عن سيطرة بيرامدز واعتقد ان هو دفع التمن بالهدف اللي جه تزديد على بعض خمسة وعشرين او ستة وعشرين يارضة فدفع تمن دغالي ودخل فيه الهدف وصندونز عنده قلت خبرات كبيرة جداً جداً عارف التمركز دفعياً بيرامدز جات له فرصة واحدة خطيرة في الوقت اللي بعد كده من بعد تسجيل الهدف لكن ما استغلهاش والموارشات الكبيرة الفرص فاعلة لها فلازم تستغل الفرصة اللي جيلك عشان تخلص وتخطف دلوقتي سانداونز سبع نقاط مازين بسبع نقاط بيرامدز ونواذيب واربع نقاط اعتقد المهمة بقت صعبة جداً جداً لبرامدز طيب انت شايف ان باتشيكو هو اللي يتحمل المسئولية كاملة بالخطة اللي كان حطتها بالشكل اللي كان حطه بالتشكيل اللي كان حطه ولا كان فيه ظروف مساعدتهش يعني اصابة الشناوي مثلاً اعتقد النديين ممكن تكون مؤثر نتيجة بيرامدز الاخرانية مع بلدات المحلة والعقوبات المادية اللي ندي عملها على اللاعبين برضو ممكن نخليه صعوبة الموقف أصعب يعني ولا هو كان فعلاً باتشيكو يتحملها كورة القدم انا بقول دايماً كورة القدم لعبة جمعية يعني هي لعبة جمعية يعني القصة مش مدرب بس مش لعبة بس ادارة بس هو مسلس متكامل لازم تكون ادارة وعية كويس جداً جداً تعمل بتدري الفريق بالشكل جيد امتى بتعاقب امتى بتدي جزاءات امتى بتدي مكافآت دي نقطة مهمة يبا فيه كادر اداري فاهم وواعي بيعمل ايه وامتى يعاقب وامتى يدي مكافآت ناحية تانية وجزء تاني جهاز الفني بقادرة المدير الفني ده برضو دلع مهمة في المسلس الدلع التالة اللاعبين مدام حصلت خسارة ومدام فيه مشاكل فانا بقول لكم لأ بفيه خلل ممكن في المنظومة كلها مش في جزء جزء لأ ربما يكون باتشيكوا غلط فعلاً في التشكيل اللي بدأ بيه اللقاء او ان هو التصور اللي بدأ بيه اللقاء يكون غلط فيه ويتحمل مسئولية لكن برضو اللاعبين اكيد عليهم مسئولية كبيرة موضوع الاصابات دي موضوع قدري وكل ادية تتعرض له وقال لنا استغرناكوا لنا مبارح ان ما احمد الشناوي مصابتة وقعنا الشريف اكرامي يكون موجود لانا الشريف اكرامي هو العمقادة البودلاء ومايهوب طبعاً او حد مايهوب الحرس الصاعد هو الوقف بس ماعتقدش ان مايهوب يتحمل كتير على فكرة احمد مايهوب فيه كرة انفراد صدها كرة كتصعبة جداً 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 فانا شايف ان هو حتى الجنة اللي دخل فيه مقدار شلومه كرة كتصعبة تزيدة ارضية في وسط زحمة وغياب الرقابة من لعاب الوسط فهستبعت قصة تصابت الشناوي لا فيه مشكلة داخل الفريق ممكن يكون في طموحات اللاعبين بشكل معين او انتو ناويين تعملوا ايه ربما فيه مشكلة في الحتة دي فيه مشكلة ان امتا عاخد زي ما قلت من شوية وامتا كاف اللاعبة برضو الحكاية دي بحكاية الضبط وبتشيكو كالعادة احنا قلنا اقلنا المشكلة بتاعت افموتش امبارح نروح معاك بقى المونديال الاندية في جدة وفوز منشستر سيتي على اروح الياباني امبارح تقييمك للمباراة شفت المباراة ازاي والنتيجة لحققها منشستر سيتي اعتقد ان هي نتيجة متوقعة جدا جدا منطقية اه منطقية جدا عايز اقولك ان المدارب قروا ريزي نفسه ماتشايس كورزا بولندي هو قال انا بقى لعب افضل فرق في العالم هو رجل معترف تماما ان هو سيتي افضل فرق في العالم اعتقد ناس كده يتفق مع هذا الكلام يعني منشستر سيتي بطل دورة بطال اوروبا للنسخة الاخيرة وكان بيحاول سنين لحد ما حقق حلمه بتتويق بهذا اللقب مسيطر تقريبا على البطولات الانجليزية في السنوات الاخيرة في معادة بعض البطولات القليلة اللي فيها منافسها من ليفربول تحديدا ونجمينا طبعا من محمد صلاح او ذقائد نجمينا محمد صلاح وغير كده السيتي تقريبا شبه مسيطر فلا السيتي فرقة تقيلة اي نعم بيفتقد ايرلينج هالند بيفتقد جيرمان دوكوك برضو لعب يعني يقوم بلت الموسم بالنسبة للموسم الحالي الاتنين جورديول قاعدهم جنبه مش عددكة ده قاعدهم جنبه بره تشكيل خالص يعني طلعهم بره 23 ايمة ودخل باللعبة اللي شوفناهم مبارح في اللقاء سيطرة كاملة لمانشستر سيتي نعم مش المباراة دي بس ده المباراة دي والمباراة الجاية كمين اه لا بالنسبة المباراة دي خلص امس خلص امور واضحة وسهلة طبعا الفريق الياباني ما احترامنا ليه وطبعا الفريق الياباني على فكرة طول بدورة بطالة اسيا على حساب هالي السعودي اه صحيح يعني مكانش سعوده مكانش سهل ولكن فيه فرق مستوى رهيب بين السيتي وكل الانجليزية احنا شوفنا مباراة دي الكرة على طول فرجليهم على طول انا عاد اقول لكم رودري مبارح اللي هو لعب وسط مشستر سيتي عمل 108 تمريرة هو لعب حاجة وسبعين ديئة سبعة وسبعين ديئة بالزبط عمل 108 تمريرة صح من 111 يعني عمل 38 غلط 108 تمريرة رقم خرافي في كرة القدم يعني لعب هو زي بقول كده ده محول الاداء مع انه لعب وسط مدافع لكن هو اللي بيربط الدفاع بالهجوم وده برضو يفسر السر لسيت الكرة دي من فرجليه او ما بتقطع منه كرة بيضغطوه ياخدوها ويبقو ينقلو مرة تانية سجله الهدف الاول بتوفيق كبير طبعا كان هدف عكسي لكن في شو التاني طبعا انخفض فريق قراءة بريتز الياباني بدانين بشكل واضح وده ادى فرصة لسيت انه سجل هدف التاني والتالت وضيع كمان ثلاث اربع اهداف كان ممكن يعمله سكور كبير جدا ممكن تبع النتيجة اتقل من كده طبعا طبعا اكيد اعتقد ان السيتي الموتش الجاه يوم الجمعة ان شاء الله ساعة 8 النهائي مع فلومينزي اكيد ليس هبقى اصعب على السيتي لان فلومينزي اكيد اتقل من فريق قراءة بريتز الياباني لكن اعتقد ان السيتي بالنسبة تتخطى 70% هيكون هو بطل كاسا عن الاندية كنت لسه هسألك ازاي بتقولي ان المباراة هتكون صعبة على المان سيتي احنا شفنا المباراة فلومينزي كان بيلعب لعبته جاري يمكن وهو بيلعب معنا وقت اللعبارة تبقى لك الحاجة فلومينزي لو حد بتابع كرة برزلية او كوبا اللي بيرتادورس اللي هو فاس بها في لومينزي وفاس بها بمربعة احداشر يعني حاول الشهر وكم يوم دي كرته هو بيلعب كرة ازاي بيلعب ساموه كرة الشوارع كرة العشوائية اللي هي كرة اللعبة كانوا بيلعب خماسي اللعب بتقرر من بعض في المساحات ويبصوا تمنالك كتير جدا جدا يعني لو حد راجع ماتش الاهلي في لومينزي فريه في لومينزي جات له فرصتين في شرط الاول كانوا تسددتين الاتنين جم من القائم بدور كده ما عامتش فرص خالص لحد راكلة الجزاء مايوش اي فرصة بالعكس ده فرصت الاول اه لا ده لحد راكلة الجزاء كمان يعني لو حد لحد مصن راكلة الجزاء اللي هي فيها كلام كتير جدا جدا فيه تسددتين اللي جم في القائم وخارجه غير كده في لومينزي كانش ليه وجود بالعكس الاهلي اللي ضيع فرص كانت محققة وكان ممكن هو لو الاهلي اعتقد تقدم في النتيجة الامور كانت هتتغير تماما الهدف تاني جابوهم الكرة مرتدة لان خلاص الاهلي اندفع واخر عشرين دي اه لا بدنا نتبحث عن التعادل فاعتقد ان في لومينزي بمعدل عمرو كبير هيتعب جدا مع مانشستر سيتي بس النجوم مانشستر سيتي هل ممكن نقول كده بلغة الكرة كعبوهم عالي عن فلومينزي بنسبة للسن اللي يقل بدنية والمهارات طبعا طبعا الفنية كمان اللي موجودة عندهم بس بدنيا فنيا ممكن تلاقي فيه لعبها مهارية في لومينزي اكيد ده برازيل البرازيل معروفة يعني حتى المهاجم بتاعهم ارجنتيني حتى كبار السن او حتى اه ولكنهم مهاريين جدا انت عندك مرسلو واحد اكتر لعب واخد بلغة بلغة مالية المدريد قبل ما انتقل في لومينزي برازيلي يعني وعنده خبرات كبيرة جدا جدا اه حارس النور ما عنده بلغة 40 سنة بس خبرات كبيرة جدا جدا في لبي ميلو المدافع عنده 40 سنة بس خبرات كبيرة جدا جدا ولكن كل ده باخلاف هذه الخبرات لكن اعتقد السيتي اللي شفناه مبارح ان جوارديولا باعتمد على الحياة والشباب والجري كتير وامتلاك الكورة فاعتقد ده مفتقد ومش موجود عنده في لومينزي الله ينور عليك هذه النقطة دي كلمة السر اللي اعتقد انها تورا الجح كفة السيتي بس في لومينزي ممكن يلعب بفكرة السن على عامل الخبرة يعني لو ديق مسافات وقف المسافات ما اكيد ده يحصل أعتقد انه ممكن كل المباراة مطول ما يتجرش لفكرة انه هما يفضلوا يجروا رايح بس كل المباراة مطول اعتقد بفصال حسيتي انه هو بدنيا ممكن يكون حتى مبارح بعد ما سجل الهدف التاني وتاد بدأ يطلع اربع خمس عناصر اللي هما تقول منهم رودري منهم برنادو سيلفا منهم فودن فبيريحهم عشان خطروا وعرف ان بعد يومين او يوم الجمعة ان شاء الله عنده المباراة النهائية لكن الناحية التانية يهمنا ان احنا شفنا قراءة وردزن بارح حشان بده شايف فيه نغمة كده الناس بتقول كتير من جميع النادي الاهلي خلاص انا كان نفس اروح النهائي فانا ما روحتش فماتش التات ورابع مش فارق معي لا يا جماعة هنا لازم نعمل نقطة ونستنى ونتكلم الاهلي هلعب على الميدالية البرونزية لمرة السادسة في تاريخه هو خد تلاتة وخسر اتنين خد مركز الرابعة في المرتين البرونزية الرابعة مهمة جدا ليه؟ لان البطورة دي بشكلها ده دي اخر نسخة ايوه وحاجة تانية ان النسخة الجديدة من كاس عامل الانديها تبقى كل اربع سنين مع 32 فريق وما فيش مباراة لتحديد المركز التالت يعني دي اخر فده اخر فرصة انك انت ممكن تاخد البرونزية تحديد لا البرونزية تحديد تضفى رصيبك للاهلي ما فيش تعديد مركز تالت تاني بعد كده يعني حتى لوصلت لسيمي فاينال ومش هتوصل للفاينال ما فيش تلاتة ورابعة فدي اخر برونزية لكاس العامل الانديها فتظل رقم تاريخي لو اهلي حقه او الحاجة التانية هتوصل للميداليا الرابعة في تاريخة اينا من الاربع برونز بس هتبقى تاني اكتر فريق في العالم حقق ميداليات لان الريال ميدالي عنده خمسة دهب برشونة عنده تلاتة دهب الاهلي عنده تلاتة برونز فالحققات ميدالي رابعة هتبقى تاني اكتر فريق في العالم حقق اربع برونزيات عايز اقول لجمهور الاهلي اه اجيت كان فيه طموح كبير لتوصل الانهائي ولكن الفريق بيوصل سادس مرة قبل الانهائي كاس عامل الاندي ده رقم مفيش نادي في العالم عمله الفريق بيوصل رابع مرة على التوالي لنصف الانهائي مفيش فريق عمله عايز اقول لهم حاجة تانية الناس بتقرن الجيل الدهب ولا كأن جمهور الاهلي سبعك هو عينه كانت على البركز لا حكيه طبعا التوالي كل الكلام اللي كان ده لا انا بكلم عن احباط ليه احباط لان الجيل الحالي بصراحة مظلوم يعني برضو خلينا نتكلم السوشيال ميديا عنيفة جدا جدا يعني السوشيال ميديا حاليا اعتقد لو كانت موجودة قام جيل الدهب الحضري وبركات ومتعب لعيبك نجوم متاخ مصر اعتقد لو كانت موجودة موجودة سوشيال ميديا بشكلها الحالي كان فيه مشكلة كبيرة لان الجيل الحالي فعلا مظلوم اعزو لكم الجيل الحالي اربع سين واربع بيوصل لن نصف نهائي الجيل الدهب في عزه ووصل قبل نهائي مرتين مرتين بس خالد مركز ثالث مرة ومركز ربع مرة بالصدفة ماتش فيلمونينز البرازيلي ده الماتش رقم اتناشر للجيل الحالي يعني اتناشر مباراة في كاس عامل انديه نفس الجيل الدهب كله ماتشتو كلها كانت اتناشر برضو يعني ديجع باتناشر واتناشر الفرق ايه الجيل الدهب يفاس ثلاث ماتشت وخسر تسعة لو الجيل الدهب الاقلي الجيل الحالي من عشرين عشرين الى عشرين تاتة وعشرين لعب اتناشر مباراة كسب ستة وتعادل مباراة وخسر خمسة الخمسة اللي أخسنوه مدام منين ريال مدريد بيهرني ميونيخ في المنزل برازيلي بطولات أصعب بطولات أصعب لازم ياخد حقه أن هم عاملين إنجاز تاريخي وإن شاء الله ربنا يكريمهم من الجمعة وياخدوا المداليا البرونز إن شاء الله ساعة 4 ونص العصر إن شاء الله أتمنى جمهور النادي الأهلي في السعودية يكون موجود بشكل كبير جدا جدا يحايل اللعبة دي على المشوار العظيم اللي عاملينه في الأربع سنين وتبقى مداليا رابعة تاريخية والأهلي عنده مجموعة من أرقام القاسية العظيمة في البطولة دي حسين الشيحات 14 مباراة أكتر لعب في التاريخ يشارك وياسة علامة الأندية كمباريات أعز ألكم أن محمد هاني وطهر محمد طهر الاتنين عندهم 12 مباراة ورام قاله ديانج 11 مباراة لا في أرقام جماعة عظيمة جدا اللي بحققها مطبسوش اللي بتكلم على أرقام سلبية أو اللي بيشمت في النادي الأهلي عشان هو يعني فشل كرويا أنه أعمل إنجازات خلال ومش بس إنجازات مرة واحدة بالصفة وخلاص لا إنجازات مستمرة عشان كده دايما هو اللي عامل مشكلة للنادي الأهلي مع المنافسين بتوعب شكرا لك نورتنا وشرفتنا